أنا زوجة ثانية وأنجبت الأولاد وزوجته الأولى لا تنجب ولكني عندي غيرة شديدة لما يذهب زوجي إلى زوجته الأولى فماذا أفعل؟ والله يشوفه طبعاً الغيرة هذه قضية مهمة جداً ولابد المرأة تحاول قدر الإمكان أنها تسيطر عليها ليش؟ أنا أعرف بيوت تدمرت بسبب الغيرة وأعرف قصص زواجات انتهت إلى الطلاق بسبب الغيرة الشديدة هناك فرق بين الغيرة والغيرة الشديدة أنا أتكلم عن الغيرة الشديدة فالغيرة الشديدة تدمر البيت يعني لازم تعطون مساحة تثقون بالرجل ولازم تعطون مساحة أنه تساعدون الرجل على العدل يعني هو أصلاً كان متزوج زوجة أولى وهذه ما تنجب وتزوجك أنت زوجة ثانية وأنت يالله عز وجل البارك ورزق منك الأولاد طيب أنت ساعدي ساعدي في العدل يعني هو أصلاً تزوجك زوجة ثانية الأولى قبلت والأولى وافقت فأنت المفروض هنا يكون دورك دور داعم له مو دور والله مدمر لحياتها الأولى أو حتى مدمر لحياتها شنتي حرام رأس واضح شدي أنا عندي قضية مرة واحدة من الزوجات تقول لي بطلب الطلاق قلت له ليش؟ قالت لي لأنه لما أطلع مع زوجي أروح المول ولا المطعم ولا ويشوفون الناس أغار عليه ما أقدر ما تحمل فكل مرة أطلع مع زوجي أروح السوق ولا المول ولا المطعم أعصد ونرجع البيت يعني مو مرتاحين وأنا صراحة فكرت وباستشيرك وبطلب الطلاق يعني هي حين ما قالت أنا بعالج نفسي لا قالت أنا بتطلق لأن أصلاً هي غلطانة يعني هي المرأة ما تملك الرجل ولا الرجل يملك المرأة يعني إحنا ما إحنا عبيد كل واحد فينا حر أقصد الحر بمعنى الحرية لله عز وجل إحنا عبيد لله عز وجل وما في أحد يملك الثاني لا أنا أملك الزوجة ولا الزوجة تملكني ولا إحنا نملك أولادنا ولا أولادنا يملكوننا ما في ملكية العلاقة الأسرية ما فيها ملكية العلاقة الأسرية ما فيها تحكم العلاقة الأسرية ما فيها سيطرة العلاقة الأسرية قائمة على التفاهم على المودة على المحبة هذه العلاقة الأسرية احنا مبثكنا عسكرية فهذه الاخت تقول انا ابي الطلاق قلت لها اسمعها قلت قرارتش في الطلاق هذا غلط قالت والحل انا ماني قادرة اطلع مع زوجي ماني قادرة اغار ماني قادرة قلت لها قلت شي انتو ما عندكم في بلدكم اماكن ما فيها ناس اتش هتقول يا عندنا عندنا في بعض الاماكن ما فيها ناس اقدر اروح للصحراء اروح على البحر او اروح بعض الاماكن في عندنا ما فيها ناس قلت لها خلص لما تطلعين مع زوجي لا تروحين مول لا تروحون مطعم لاننا في ناس المكان اللي فيه ناس ابتعدوا عننا وقولين له تعالي مش تروح انتمشى على البحر تعال الروح اي مكان المهم بس ما فيه بشر من شان تقولي انت حليت المشكلة قلت له اي حليت المشكلة لان المشكلة فيك انتي بحش ازوي فيك اخني زوجي وتمشي معا في مكان ما في احد من حلت المشكلة لا هو بشوف احد ولا احد بشوفها انتهى وبعدين لما يطلع هو بروحه اوعد خليشوفوا الناس خيشوفونا كيف انتي مو معا من شان تقولي خلص هذا مقترح زين والله مش حالها الحمد لله ما تطلقت بحش ازوي يعني اشتركوا في القناة